نحن نتعرف على القيم الكبرى الشاملة والقيم الصغرى الشاملة لدالي عددي طلابنا أنا عندما أقول قيم أقصد بذلك صور يعني F-X أكبر الصور وأصغر الصور خلونا نشوفهم لاحظوا طلاب القيم الكبرى الشاملة والقيم الصغرى الشاملة لدالي F انظر إلى الرسمي هنا هذا مستوي إحداثي ولنفرض أن الخط البياني للدالي أصبح بهذا الشكل انظر انظر إلى هذه النقطة هذه النقطة A X-X0 Y-X0 Y-X0 سوف أقصد الصورة قيم كبرى شاملة بالمقابل طلابنا مثلا أنا إذا كانت في عندي هاي الرسمي مثل ما كنت شايفين الكل لاحظ هذا هو الخط البياني للدالي انظر هنا هاي النقطة A X-X0 وياتها هاي هي F-X0 F-X0 راح تكون هي أصغر الصور لأنه ما في X وفق مجموعة التعريف الدالي لخطة هون صورتها أقل يعني واياتها أقل من F-X0 لذلك راح نقول جميع الصور أكبر من F-X0 فتكون هنا في الرسمي التالي F-X0 قيم كبرى شاملة لذلك أستطيع القول وفق التعريف التالي اللي بيخص القيم الكبرى الشاملة والقيم الصورة الشاملة إذا كانت F-D لمعرفة على المجموعة دي المحتوات في R إذا كانت F-D لمعرفة على المجموعة دي المحتوات في R عندئذن نقول إن F-X0 قيم كبرى شاملة للدالي F إذا وفقت إذا تحقق أيا كانت X من مجموعة التعريف فإن F-X أصغر أو تساوي F-X0 جميع الصور أصغر منها أي X من مجموعة التعريف صورة X أصغر من صورة X0 عندئذن F-X0 قيم كبرى شاملة قيم الكبرى الشاملة هي صورة هي صورة F-X إذن من هي القيم الكبرى الشاملة نقول إن F-X0 قيم كبرى الشاملة للدالي F إذا وفقت إذا كان أيا كانت X من مجموعة التعريف فإن F-X أصغر أو تساوي F-X0 صورة X أصغر من صورة X0 أكبر من جميع الصور بالمقابل نقول إن F-X0 قيم صورة شاملة للدالي F إذا وفقت إذا تحقق أيا كانت X تنتمي إلى مجموعة التعريف فإن F-X أكبر أو تساوي F-X0 جميع الصور أكبر منها من أجل أي X من مجموعة التعريف فإن F-X أكبر من F-X0 عند إذن أسمي F-X0 قيم صورة شاملة إذن أستطيع القول القيم الكبرى الشاملة هي أكبر الصور والقيم الصورة الشاملة هي أصغر الصور القيم الكبرى الشاملة جميع الصور أصغر منها القيم الصورة الشاملة جميع الصور أكبر منها يعني F-X0 صورة هي F-X0 اللي هي نفس القيمة على سبيل المثال طلابنا إذا قلت لك لدي الدالي F-X0 التي تساوي كوساين X0 جميعنا يعلم أن cosine x معرف على كل r جميعنا يعلم أن cosine x معرف على كل r قال أثبت أن لهذه الدالي قيم كبرى شامل وقيم صغر شامل لحظة طلاب أثبت أن لFx التي تساوي cosine x قيم كبرى شامل وقيم صغر شامل نتذكر من بحث النهايات أن cosine x أيا كانت x تنتمي إلى r الكوساين محصورة بين مين ومين ما بين ناقص واحد والواحد أيّاً كانت x من r فإن cos x أكبر أو يساوي ناقص واحد أصغر أو يساوي الواحد هذا الحكي شو بيعطي هذا الحكي بيعطينا طلاب إنه F ال-x شخصياً دالي المدروسي أكبر أو يساوي ناقص واحد أصغر أو يساوي الواحد كلامي ايّاً كانت X من R فإن F X أكبر أو تساوي ناقص واحد أصغر أو يساوي الواحد في الحقيقة طلاب هاي المتراجحة بتعطيني متراجحتين المتراجحة الأولى بتقول F X أكبر أو يساوي ناقص واحد لكل X من R و F X أصغر أو يساوي الواحد ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن الناقص واحد هي قيم صورة شاملة للكوساين والواحد هي قيم كبرى شاملة للكوساين إذن انظر في الواقع أيا كانت X تنتمي إلى R فإنها كوساين X أكبر أو يساوي ناقص واحد أصغر أو يساوي الواحد وبالتالي F X أكبر أو يساوي ناقص واحد أصغر أو يساوي الواحد هذا الكلام يعطيني متراجحتين هدول النون انظر هاتين متراجحتين F X أكبر أو يساوي ناقص واحد أي أن كانت X من R فإن الناقص واحد قيم صغر شامل للدال لـ F وF الـ X أصغر أو يساوي الواحد والواحد قيم كبرى شامل للدال لـ F لذلك أستطيع القول COSIN X القيم الصغر شامل إلها الناقص واحد يعني F X يساوي ناقص واحد قيم صغر شامل وF X يساوي الواحد قيم كبرى شامل بالحقيقة طلاب بالحقيقة لحتى أنا أحصل على القيم الكبرى الشامل وعلى القيم الصغر الشامل أنا بحاجة لشو؟ بحاجة لدراسة التغيرات ثم أنظر إلى السطر الثالث من جدول التغيرات أنا لحتى أحصل على القيم الكبرى الشامل وعلى القيم الصغر الشامل بحاجة لشو؟ لتغيرات وأنظر إلى السطر الثالث من جدول التغيرات السطر الثالث من جدول التغيرات هو اللي بدي يدلني على القيم الشاملي نعم السطر الثالث من جدول التغيرات هو اللي رح يدلني على القيم الشاملي ولكن في الحقيقة إذا أنا درست التغيرات وحصلت على السطر الثالث من جدول التغيرات على ناقص لانهائي السطر الثالث من جدول التغيرات وجدت الناقص لانهائي Fx عبتسعى للناقص لانهائي في جوار مين ما بيهمني Fx سعت للناقص لانهائي ما عد في قيم صورة شاملة بالمقابل لو وجدت أنا في السطر الثالث من جدول التغيرات زائد لنهاي f x سعت لزائد لنهاي ما عد في قيمة كبرى شاملة لأنه طالما f x عبتس على زائد لنهاي ما عد في قبرى شاملة وطالما f x عبتس على النقص لنهاي ما عد في قيمة صورة شاملة لذلك أستطيع القول وفق الملاحظة التالي إذا سعت الدالي f في جوار نقطة إلى زائد لنهاي عند إذن هذه الدالي لا تملك قيمة كبرى شاملة لأن القيمة صورة والصورة هي Fx بالمقابل إذا سعت الدالي F في جوار نقطة A إلى الناقص لا نهاي عند إذن هذه الدالي لا تملك قيمة صورة شاملة إذا سعت دالي F في جوار نقطة A إلى الزائد لا نهاي عند إذن هذه الدالي لا تملك قيمة كبرى شاملة بالمقابل إذا سعت دالي F في جوار نقطة A إلى الناقص لا نهاي عند إذن هذه الدالة لا تملك قيم صورة شاملة وهذا الشيء من وين بدي يحصل عليه بدي يحصل عليه من دراسة التغيرات والسطر الثالث من جدوال التغيرات على سبيل المثال إذا أنا قل لي مثال لتكون لدي الدالة fx التي تساوي x مربع زاد 2x مثل ما كنت شايفين fx التي تساوي x مربع زاد 2x المعرفة على كل R كثيرة حدود أثبت أن لهذه الدالة قيم صورة شاملة ومن ضيف سؤال هل تملك f قيم كبرى شاملة اروحوا نشوف كيف أنا بدي أثبت أن لهذه الدالة قيم صورة شاملة وهل تملك قيم كبرى شاملة ماذا سوف أفعل طلابنا سوف أدرس التغيرات وأنظر إلى السطر الثالث من جدوال التغيرات دراس تغيرات صورة نعرفها الكل أول شيء مجموعة التعريف df هي r من ناقص لا نهاية إلى الزائد لا نهاية لأنها كثيرة حدود وf مستمرة واشتقاقية على مجموعة التعريف مدى يوجد النهاية عند الناقص لا نهاية وعند الزائد لا نهاية نهاية fx لما x تسعي للناقص لا نهاية نهاية الحد الأعلى كثيرة حدود عند الناقص لا نهاية والتي تساوي نهاية x مربع ناقص لا نهاية للتربية زائد لا نهاية لا نهاية عند اللا نهاية لا يوجد مقارب نهاية fx لما x تسعي للزائد لا نهاية أيضا الحد الأعلى نهاية x مربع لما x تسعي للزائد لا نهاية زائد لا نهاية للتربية زائد لا نهاية كمان لا يوجد مقارن بنشتق انظر نتذكر كانت fx بهذا الشكل x مربع زاد 2x نعم fx رح تكون 2x زاد 2 طالع 2 لبرة بصير 2x زاد 1 رح ندرس اشارة fفتحة بنعدم ffتحة x ffتحة x يساوي 0 2x زاد 1 يساوي 0 اللي رح ينعدم هلق القوس x زاد 1 يساوي 0 ومنه x يساوي ناقص 1 ومنه x يساوي ناقص 1 بنوجد صورة الناقص 1 ناقص 1 التربيع 1 زاد 2 بناقص 1 ناقص 2 1 ناقص 2 ناقص 1 نعم اشارة fفتحة هي اشارة x زاد 1 ساوي 0 عند الناقص 1 قبل الناقص 1 سالب بعد الناقص 1 موجب رح خليكم هلق تستغنوا عن جدول الاشارة مباشرة لتضموا ليانا جدول التغيرات انظروا طلاب جدول التغيرات x فتحة x fx x من ناقص لا نهاية لزاد لا نهاية الفتحة x هم بدي حط اشارته كثير حدود هو x زاد 1 ساوي 0 عند الناقص 1 قبل الناقص 1 شو سالب بعد الناقص 1 موجب كما كنت شايفين صورة الناقص 1 ناقص 1 وضعتهم بالنص بصفر الثالث النهاية عند الناقص لا نهاية زاد لا نهاية والنهاية عند الزاد لا نهاية زاد لا نهاية لما تكون الدالي المشتق سالب الدالي متناقصة لما يكون المشتق موجب الدالي متزايد كما ترون جميعا طلابنا انظروا كيف انو نحن هون حصلنا على جدول التغيرات جميعنا الان يمعن النظر في السطر الثالث من جدول التغيرات جميعنا يوجه انظاره على السطر الثالث من جدول التغيرات لنبدأ من اقصى اليسار fx كانت عند الزاد لا نهاية شوف عيني على المؤشر نقصت تناقصت تناقصت حتى وصلت الناقص واحد وفق صورة ثم تزايدت fx نقصت حتى وصلت الناقص واحد ورجعت طلعت شو يعني هالكلام هذا هذا الكلام بيعني انو الناقص واحد قيم صورة شاملة للدالية بس ما بكتبها ناقص واحد حاف اكتبه f-1 يساوي الناقص واحد لاحظة طلاب f-1 يساوي ناقص واحد قيم صورة شاملة للدالي f لأنه قيم الكبرى الشاملة وقيم الصورة الشاملة صور نعم نقصت الدالي تناقصت حتى وصلت الناقص واحد ثم تزايدت f-1 يساوي ناقص واحد قيم صورة شاملة للدالي f طيب رجع سألني ف لا تملك قيم كبرى شاملة لأنها سعت لوين إلى الزائد لا نهاي يعني اللي احنا شفنا بسطر الثالث زائد لا نهاي ما عاد في عنا قيم كبرى شاملة إذن بإيجاد القيم الكبرى الشاملة والقيم الصورة الشاملة بالحال العام بدرس التغيرات وبنظم جدول التغيرات ثم أنزل إلى سطر الثالث من جدول التغيرات الآن طلاب أريد منكم السؤال التالية وفق التقييم كيف نحصل على القيم الكبرى والصورة الشاملة لدالي عددي بالحال العام طلابنا كيف أحصل على القيم القيم الكبرى الشاملة والقيم الصغرى الشامل دالي عددي عبدالله أحمد كيف أنا بحصة القيم الكبرى الشامل والصغرى الشامل دالي إذا ندرس تغيرات الدالي وننظم بها جدوال وبعدين عبدالله شو بعمل بعد ما نظم الجدوال نأخذ القيم من وين بدأ نأخذها من إينا سطر من السطر الثالث ممتاز ونأخذ القيم أحسنة عبدالله من السطر الثالث من الجدوال من السطر الثالث من الجدوال شكراً كتير يا عبدالله للحصول على القيم الكبرى الشامل والقيم الصغرى الشامل لطلابنا في الحال العامي أدرس تغيرات وننظم بها جدوال نأخذ القيم من السطر الثالث من جدوال التغيرات بهذا الطلاب أصل إلى نهاية الدرسة